ينضم معنا للحديث عن نية وزارة الدفاع الأمريكية توجيه ضربة للميليشيات في العراق في وقت تتواصل التحذيرات من مغبة استمرار دعمها سياسيا وماليا ينضم معنا من بغداد العميد الروكن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية سيادة العميد الروكن مرحبا بك وزير الدفاع الأمريكي للدستون يقول أن واشنطن ستوجه ضربة عسكرية للميليشيات في العراق كيف تقرأ هذا التصريح؟ حياك الله دكتور سامير بداية لويد أوستين وزير الدفاع الأمريكي هو كان القائد الثاني عشر للقيادة المركزية الأمريكية وشغل منصب القائد العام للقوات الأمريكية في العراق عام 2010 ومن هنا فهو على دراية ثامة وطلاع كبير بما يجري في الشرف الأوسط وما حدث ويحدث في العراق لكنه يؤمن بالتسوية التفاوضية أكثر من المواجهة الميدانية وهذا الإيمان جاء متوافق مع رؤية بايدن في الشرق الأوسط والعراق لذلك نرى تصريحات حول الرد على الهجمات الميليشيوية التي يمكن وصفها بالهروب إلى الأمام وإلا كيف نفسر دولة بمكانة وقوة أمريكا وإجهزة الاستخبارية المتنوعة المصادر وقوةها الرادعة قواتها المحمولة جوّنة التي يمكن أن تنتقل وتقاتل مباشرة في غضون ضبع ساعات تلجأ إلى الإعلام ليكون بديل الميدان لذلك أمريكا الحالية في ضلعكم بايدن تلجأ وتنتهج الاستراتيجية المرنة التي تعني أنه يمكن استبدال الآلة العسكرية بالمحادثات السرية دون الاكتراض بفاتعانيه شعوب وعليه لم ولن تكون هناك مواجهة بما تحمل هذه المفردة من المعنى بين الميليشيات والقوات الأمريكية وستكون عبارة عن ضربات وهجمات فتنتهج مبدأ الفعل ورد الفعل وهذا غير وارد عسكريا في جميع مبادئ الحروب أستاذ خليل لماذا لا تكون هناك مواجهة في الميدان بينما يكون هناك ميدان إعلامي للكثير من التصريحات هل تتحاشى واشنطن ضرب الميليشيات الموالية لإيران في العراق لو ننظر مثلا إلى ما تشهده سوريا هناك عدة ضربات أمريكية يعني وجهت إلى الميليشيات هناك ولكن إلى أي مدى ترى أن هناك ربما محاذير تتجنبها وزارة الدفاع الأمريكية في العراق أم أن الأمر كيف أخي الكريم من فقه الحروب هو إذا تعرف عدوك وإمكانياته وتعرف نفسك وإمكانياتك فلا هاجل الخوف من خوف مواجهات ونتائج المعركة ولكن في العراق يختلف عن ما في سوريا في العراق هو تعتبر البوابة الأمامية لإيران وإيران هو الثابت المهم والفعال في العراق ومن هنا هذه الميليشيات ستزيد من سيادتها السلطوية مقابل تحقيق الغايات البايدنية ومقدمة إحراز نصر سياسي في الملف النووي الإيراني وهذا ما يفعى إليه بايدن ليتبج جدارته في حكم أمريكيا ولكن مقابل هذه الغايات والمشاريع والسيادة الميليشيوية سيكون السمن دماء ومعاناة العراقي طيب هناك من يسأل يقول لماذا لا تتجه واشنطن لتجفيف منابع دعم الميليشيات وإنهاء دورها في العراق نعم أن العراق هو البوابة لإيران البوابة الأمامية وهناك طموح بايدن من أجل إحراز تقدم في الملف النووي الإيراني ولكن هل من نقطة ربما تصل فيها الولايات المتحدة إلى تجفيف منابع دعم هذه الميليشيات من وجهة نظرك؟ أخي الميليشيات هي الأداة الفعالة لإيران وأمريكا لا تريد مواجهة إيران في هذه المرحلة وعلي تسير أمريكا حاليا وفق مبدأ لا يوجد عدو أو صديق دعم بل مصالح دائمة الآن المصدحة الأمريكية تقتضي عدم المواجهة مع الميليشيات وعليه لن تحدث هناك مواجهة وستحافظ حكومة وإدارة بايدن على هذه النسبة من الهجمات والتباعدات الأمنية في الساحة العراقية اليوم أمريكا تستطيع جميع الوسائل تجفف كما تفضل حضر تكمل صادر التمويل وغيرها وأمور أخرى وتحدي حركتها وإستطاعتها أن تقتنص زعامات الميليشيات لكن هذه المرحلة تتطلب وفق رؤية بايدن الهدوء والمناورة الإعلامية والسياسية والميدانية إلى أي مدى أستاذ خليل لعبت الأحزاب السياسية دورا في دعم الميليشيات في العراق؟ في جميع الإجراءات المتخذة في العراق ما بعد الاحتلال تثير وتصف في مصرحة وتقوية الميليشيات والسبب هو من يحكم العراق منظومة ميليشيوية بالهضاء السياسي يتغذى على أوامر الإيرانية لهذا نرى جميع الإجراءات والموازنة التي هم من كتبها وهم من يصوت عليها نراها تندرج وفق التدرج الميليشيوي في الاستحواذ على الدولة وبجميع أركانها وبعد أن كانت الميليشيات مجاميع هنا وهناك مباثرة أصبحت في ليلة وضحاها نظام سياسي ولكن بعقلية ميليشيوية فلا يمكن للدعمات الميليشيوية أن يكونوا رجالات دولة وكما قلنا هذه الموازنة التي ستكون لا حصة كبيرة للميليشيات تحت مسمى المنظومة الأمنية ضمن المنظومة الأمنية الحكومية هي عبارة عن دعم إضافي لهذه الميليشيات وتركيز وضعيته في العراق اليوم العراق أمام إرهاب سلطة يرتكب الجرم وينشر الإرهاب ثم يبرره وبقوانين هو واضعها ليبرر سلوك وتصرفات هذه الميليشيات وتحققت معه وتعزز احتلاله ومن هنا فالإرهاب في العراق عدد سلوك والتصرفات وبات ثقافة ونهج وعقيدة وهذا أكثر أنواع الإرهاب نعم من بغداد العميد ركن خليل الطاهي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية شكرا لزيلا لك